الخبر الأول اللي عادنا عن بارش دادا وليش طلع بستوري وصار يسبني صراحة ما ادري شون السبب لأنه فعلياً ما مسوي أي شيء بارش داد يا حبايب نزل شوية ستوريات قاعد يتحجم بي عليها والله العظيم ما مسوي لأي شيء يشوفوا الستوريات أحكي بكون يا جماعة بس حبيت أحكيكم كلمتين عدو المهم يا جماعة في قناة اسمه مملكة الكذب مملكة القصم ما بعرف يا جماعة كلما يصير مشكلة صغيرة يكبروا يقزب 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 ويطالع المشكلة ويختلف بألف يعني ما له علاها الموضوع فبس حبيت أحكي هيك الكذب حرام ولا كبر المشاكل لأنه أنا مالي حابب أبين بالمشاكل ولا حابب أنه أبين بقناتك يعني مالي حابب صورتي يكون بقناتك فإن شاء الله تفهم هذا الكلام فحاجة بقت تكذب لأنه الكذب حرام الشيء اللي يضحك بالموضوع يا حباب بأنني باريش دادا لم أحكيت عليه أي شيء بآخر ثلاث مخاطع ندزلتها اللي هي شاءت على المشكلة يا حبايب مجرد أنها حكيت عليه بالمقطع الصلح ومجرد قالت له يا حباب حطيت اللقطة اللي كل الناس السلسة نشروا في الفيديو مهات الصلح نور مارو باريش وقلت أس بالعكس الله يوفقهم وإن شاء الله ألف مبروك على الصلحة وبمدحتهم لم أحكيت بيهم أي شيء على باريش أي كل ما غلط وبالتالي من المقطعين الباقين شدعتي على المشكلة نور ماروية حميد جواني باقي أخبار وبالعكس يا حباب أنا ما أكرر باريش دادا بالعكس أني أحبه هو شخص طيوب وحباب ولكن من وضح يا حباب أن يمكن باريش دادا واحد من أشخاص اللاعب بعقله حسب ما أعرف يا حباب أنه باريش دادا هو ما يفهم لغة العربية فيمكن هو ما يشاف المقاطع أصلا مجرد الناس قلول أنه مدي يحكي عليك أو يستبك ما أنه أنا سأسرف والله العظيم يحكيت عليه أي شيء غلط وهو طلع بحجة عليا أكون الله يسامحا يا رب وإن شاء الله يفهم هذا الموضوع أنه غلط وأتمنى من جمهور باريش يا حباب أن تروحوا أن تفهموا أن الموضوع غلط أنا ما أحكيت أي شيء عليها غلط فما كده أي تهجم علي على كل الله يسامحا يا رب وأنا هو فعليا غلطان والله أطلع أقول لكم أنه أنا غلطان وبالعكس أعتدار الإعتدار مغلط يا حباب وبالعكس مارد أي شيء من هذا الفيديو يا حباب أجرد حبيت أوضح الحقيقة للناس يتهموني غلط باريش داد بالهوب يعني بالسطوري ما أتحرض عليه وبالعكس كل الناس يا حباب أساساً ما أقفوا ويايا وقاعدني يضحكون ويقولون أساساً ما أحكيت أي شيء غلط لكن حبيت أوضح هذا الشيء الباريش دادا وبوصلوا يا حباب اكتبوني بالكومنت شاركوا مبالي صار هل أنتوا ويايا أو مياه باريش وشلو الغلط اللي صار يعني أتمنى يا حباب نزلتكم مقطع على القناة الثانية اليوم اللي ما شافي روح يشوفوا عن فضايح اليوتيوبر مقطع كل الشنار يا حباب الرابط والوصف باقي شوية نوصل إلى 130 ألف على القناة الثانية فالرابط والوصف أتمنى لكم يا حباب روح يتابع هذه القناة وبوصلوا يا حباب نوصلات المقطع تمنى أجابكم لسا تتجرون هذا المقطع باللايكات أحبكم مهواية أتمنى يا حباب دائما تكونوا بظهري دائماً أنا ملاحك شيء غلط دائماً ما غلط اليوتيوبر أدم هو غلط عليها وبالعكس أنا مرح أغلط أصلاً وملاحك شيء غلط بالعكس شخص طيب شخص حباب هو ولكنتوقع فيهم الموضوع غلط وأكون هذا يحاولون نسمون فتنة بيني وبينها عليكم الله يسمحهم يا رب وبس مع السلامة